اشتركوا في القناة وللتدول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي في مستهل هذا الاجتماع تتبع مجلس حكومة عرضا حول الحوار الاجتماعي الحصيلة وانطلاق جولة شتنبر قدمه السيد يونس كوريو بحسو وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وفي هذا الصدد أبرز السيد الوزير أن الحوار الاجتماعي لجولة شتنبر انتقل إلى مرحلة الإصلاحات الجوهرية حيث تم فتح ملفات مهمة من قبيل إصلاح التقاعد وملف تشريعات العمل لا سيما القانون التنظيم المتعلق بحق ممارسة الإضراب كما تم تسريع وطيرة الاجتماعات القطاعية خاصة قطاع الطربية والتكوين وقطاع التعليم العالي إضافة إلى مناقشة مراجعة الضريبة على الدخل بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصدق على مشروع المرسوم رقم جو 22400 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل قدمه السيد عبداللطيف وهبي وزير العدل ويأتي هذا المشروع لمواكبة التحولات الهمة التي عرفتها منظومة العدالة ببلادنا منذ صدور دستور المملكة سنة 2011 والذي ارتقى بمكانة القضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وأكد على نهوض كل سلطة بمسؤوليتها الكاملة في إطار فصل السلط واستقلالها وتوازنها وتعاونها كما يأتي هذا المشروع في إطار مراجعة اختصاصات وتنظيم وزارة العدل حيث تطلع بالأدوار والمهام المنوطة بها ويهدف هذا المشروع إلى تمكين وزارة العدل من ممارسة تلة من الاختصاصات في مجالات عدة لا سيما فيما يتعلق بإعداد استراتيجيات وبرامج الإصلاح في مجال العدالة والإسهام في وضع التوجهات والمضامين العامة للسياسة الجنائية ووضع وتنفيذ استراتيجية وزارة العدل للنهوض بوضعية المرأة والطفل والفئات من دوي الاحتياجات الخاصة وتسير ولوجهم للعدلة وكذا استراتيجية التحول الرقمي لمنظومة العدالة وضمان تنفيذها إترى ذلك تداول مجلس حكومة وصدقة على مشروع المرسوم رقم جوج 22586 بتغيير وتتميم المرسوم رقم جوج 93807 بتاريخ ستمحرم 1415 16 يونيو 1994 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش العام للمالية قدمته السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية ويهدف هذا المشروع إلى تتميم مقتضيات المادة جوج من المرسوم رقم جوج 93807 بإضافة أربع رتب في درجة مفتيش المالية بالإضافة إلى تتميم المادة 13 بفقرة ثانية كما يهدف إلى حد في المقتضيات الواردة في المادة 10 من المرسوم جوج 93807 تماشيا مع مبدأ المساواة في ولوج الوظائف العمومية وواصل مجلس حكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم جوج 22780 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة قدمه السيد فوزي القجاع الوزير المنتدى بلدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفي بالميزانية ويأتي هذا المشروع أخدا بعين الاعتبار سياق الدول المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار ونظرا للضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة وتطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية قررت الحكومة فتح اعتمادات إضافية قدرها 12 مليار درهم وارتباطا بمشروع المرسوم رقم جوج 2-191 المتعلق بخدمات الملاحة الجوية تقرر تأجيله في أفق عرضه على مجلس حكومي لاحق وانتقل مجلس حكومة إلى الإطلاع على اتفاق دولي بين المملكة المغربية وجمهورية جيبوتي من أجل الإنعاش والحماية المتبادلة لاستثمارات الموقع بالرباط في 25 يوليو 2022 ومشروع قانون رقم 46-22 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور قدمهما السيد ناصر بوريطا وزير الشؤون الخارجية والتعاول الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ويهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع الاستثمار بين البلدين وتعزيز الاتصال بين شركات القطاع الخاص مساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق فرص الشغل ونقل التكنولوجيا وتدليل الصعوبات التي قد تواجه المستثمر وذلك بتقديم تسهيلات المناسبة والترخيص ذات الصلة وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة المعمول بها فوق ترابي كل كلا الطرفين